أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان لا تخف إنه يعرفك الفكرة أجتني بصراحة كنت بتكلم مع شخص وفجأة حكى هاي الجملة قال بصراحة يا أخ نزار أنا مش فاهم الرب أنا مش قادر أعرفه وطبعا هو بيتكلم عن ظروف صعبة وحرجة كان بمر فيها وعاد تفكر طب الله بيعرفنا يمكن إحنا مش فاهمينه ولا عارفين أمور عنه أو منعرف كل شيء اللي منعرف ويمكن إعلاناته من خلال الخليقة من خلال الأنبياء وطبعا من خلال كلمة الله من الكتاب المقدس وعمل الروح القدس في الكيان اللي بيثبت الكلمة وبعرفنا مشيئة وإرادة الرب بالحقيقة لما فكرت الرب بيعرفك خلينا أحكيها بلهجتنا خابزك عاجنك بيعرف ماضيك بيعرف كل شيء عنك في إنجيل يحن أصحاح 2 مكتوب عن يسوع لأنه علم ما كان في الإنسان وبيعرف إيش فيه بالإنسان السؤال دايما اللي بدور في أذهاننا هل حقا الله بيعرفني؟ طيب إذا بيعرفني هل الله مهتم بي أنا شخصيا بيعرفني معرفة شخصية؟ طيب إذا كان بيعرفني شو أنا بالنسبة لإله كفرد بين 8 مليار شخص على هذه الأرض دائما نقول أريد أن أعرف الرب هو بيعرفك هو بيعرف كل شيء عنك صلى موسى في القديم قال أقتبس فالآن إن كنت وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك خروج إصحاح 33 الرب لما تكلم مع شعب إسرائيل من خلال النبي عاموس قال إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض يعني بيتكلم عن التخصص أو التميز نكون شعب خاص صلى داود النبي قال طرقك يا رب عرفني سبولك علمني في مزمور 25 والآية 4 قال بطرس الرسول بعد القيامة عندما سأل يسوع سمعان بن يونة أتحبني فطبعا كان جواب بطرس ثلاث مرات قائلا يا رب أنت تعرف أني أحبك بس في المرة الثالثة قال أنت تعلم كل شيء في يحنى إصحاح 21 قال بولوس لأعرفه وقوة قيامته هل الله بيعرفنا؟ رح أذكر على الأقل خمس أمور كيف الله بيعرفنا؟ أولا الله بيعرف أسماءنا هل تعرف أنه بيعرفك في اسمك؟ وهذا مهم جدا أنه أكون معروف في اسمي وهذا شيء مميز لما أعرف من خلال اسمي معناته أنا متميز في نظره وفريد أيضا في نظر الرب كيف بيعملني وكيف بيهتم فيي قال طبعا الله لموسى عرفتك باسمك مرتين في سفر الخروج إصحاح 33 قال له عرفتك باسمك وطبعا في إشعية 43 الآية الأولى واحدة من الآيات المحببة على قلبي مكتوب لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي الرب مش بس بيعرفني بقول أنت لي بيعرفنا الرب قال بسم الأسماء يعني سم إسماعيل وسم إسحاق وأسماء كثيرة في الكتاب المقدس مرة بقول موسى موسى مرة بقول سموئيل سموئيل مرة عندما تقابل مع شاول الترصوص قال شاول شاول وفي مرة تعجب نثنائيل واحد من تلاميذ المسيح وسأل يسوع من أين تعرفني الرب قال له أنا بعرفك حتى قبل ما دعوك وأنت تحت التينة أليس هذا معزياً وعجيباً في نفس الوقت؟ شيء ثاني مش بس بيعرف أسماءنا بيعرف قلوبنا قال النبي داود اختبرني يا الله وعرف قلبي عبر أيضاً عن الله هو مختبر القلوب الله وازن القلوب الله فاحس القلوب الله ممتحن القلوب والله أيضاً هو عارف القلوب قال يسوع لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة مرقص إصحاح 7 مكتوب أيضاً عرف موسى طرقه يعني موسى صلى بقول له عرفني فبقول الكتابة عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله بالنسبة لموسى كان بيتكلم معه وجهاً لوجه كان بيدرك إرادته ومشيئته كان بعامل موسى مش بس ككليم كصديق لكن بالنسبة للشعب رأوا معجزاته ورأوا الآيات كان فيه تعامل بيختلف عن التعامل الخاص اللي الله تعامل فيه مع موسى فإذن بيعرف أسمائنا بيعرف قلوبنا وعلى فكرة بيعرف أفكارنا أيضاً مكتوب في واحدة من الآيات اللي بحبها في أرمية 29 الآية 11 لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر فكر الله سلام وفي نفس الوقت بيعرف الأفكار اللي إحنا منفكر فيها فمرات كتير منفكر إذا منصرخ ولا منصيح الله بيعرف فكرة يعرف ما في قلبك يعرف ما في داخلك انظر يعني واحد من المزامير المعبرة جداً مزمور 139 وأنا بشجعك أنك تقرأ كل المزمور بس من آية لواحد لستة شوف شو الرب بيعرف عنه بقول إذ يقول فهمت فكري كل طرقي عرفت عرفت جلوسي وقيامي وكل كلماتي عرفت كلها يعني باكتبس الآية بقول لأنه ليس كلمة في لساني وأنت إلا وأنت يا رب عرفتها كلها فبيعرف الفكر والطرق الجلوس والقيام وكل كلمة اللي بتطلع من لسانك لدرجة بيتعجب بقول عجيبة هذه المعرفة بواصل قائلاً إني قد امتزت عجباً لم تختفي عنك عظامي حقاً إنه يعرف كل شيء عننا ثم أحبائي إنه يعرفنا قبل حتى وجودنا يعني قبل ما تخلق الرب عارفك وعارف مين أنت ومخططه وحياتك بالكامل في أرمي الإصحاح الأول والآية خمسة مكتوب قبل ما صورتك في البطن عرفتك وقبل ما خرجت من الرحمة قدستك يعني فرزتك للخدمة وطبعاً بيتكلم بقوله جعلتك نبياً للشعوب مش هذي الكلمات بتعزن إن الله بيعرف مش بس أسماءنا وقلوبنا وأفكارنا حتى بيعرفنا قبل وجودنا يعني بيعرف في البطن صورنا وهون مهم جداً قديش ندرك إنه الإنسان غالي وثمين من اللحظة الأولى اللي فعلاً بيكون في رحم الأم إنه الله صورنا الله عرفنا الله رقمنا الله هندسنا الله بيعرف كل شيء عننا شيء رابع إنه يعرف أعمالنا في رؤية صحاحة 2 مكتوب أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك طبعاً حديثه هون لكنيسة أفسس مكتوب في سفر الجامعة لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيراً أو شراً إصحاح 12 12 من سفر الجامعة في روميا 2 مكتوب الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله ونفس الآية بتشوفها في رؤية 22 والآية 12 فبيعرف أعمالنا قوعك تفكر إنه الرب مش شايف الرب بيعرف كل عمل مكتوب كأسماء بارد لا يضيع أجره بيعرف كل تعب وكل صبر وكل عناء وكل ألم وكل اختبار وكل تقدمة وكل عطاء وكل محبة وكل ابتسامة وكل فرح وكل تقدمة وكل إسعاف وكل بلسم وكل كلمة حلوة بتطلع منك كل عمل بتعمله للناس الرب شايف والرب عارف لأنه يعرف أعمالنا أيضا شيء خامس وهي بصراحة اللي بتعزيني جدا إنه يعرف جبلتنا مكتوب كما يترقف الآب على البنين يترقف الرب على خائفي ليه؟ لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا ترهب نحن يا لو نفكر بهالآية تخيل قديش بحبنا عم بقدم بحسب سياق الحديث كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا لم يجازن حسب آثامنا بعدين بقول السبب لأنه يعرف جبلتنا بالنها زنوبي زنوبي عن كلام تخفى فإذا جلوسك وخروج وخروج ودخول وهيجانك علي تخيل يعني يعني جلوسك خروج دخول وهيجانك علي لأنه كان بعير الرب إله إسرائيل بقول له أنا عارف هيجانك وعجرفتك علي وعم بحكي له كيف الرب راح يأدبه وراح فعلا مش راح يدخل لأورشالين بالعكس الله ضرب من جيشه عن طريق ملاك 185 ألف ورجع واغتيل للملك سنحريب في معبد إله هذا الكلام كان على فم إشعياء النبي لأنه بنفس الوقت أحبائي الرب هو يحامي عني الرب هو يحامي عننا اللي عاوز أقوله باختصار استودع نفسك في يد أمينة ثق إنه الرب يعرفك تعرف الرب يعرفك أكتر من نفسك أكتر من أنت بتعرف حالك وخطته أكبر من خطتك ودائما بيعرف الأفضل لإلك بيعرف أسماءنا بيعرف قلوبنا بيعرف أفكارنا بيعرف مشاعرنا بيعرف طرقنا بيعرف كلماتنا بيعرفنا قبل وجودنا ماضينا تاريخنا بيعرف أعمالنا بل يعرف كل شيء عننا لكن ما يعزينا أحبائي إنه يعرف حماقتنا حتى وقال يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب أمام هذه المعرفة العجيبة ما يسعني إلا أقول له أشكرك يا رب بعظم اسمك وبسبحك واليوم أنا عاوز ألقي حملة فعلا على النعمة على النعمة الإلهية أنا عاوز أدعوك إنك تعرف عليه مثل ما يقول كتاب واسلم تعرف عليه من خلال يسوع المسيح إنه يعرفك وقد ميزك وأحبك محبة مضحية بدل نفسه لأجلك نعم الرب مشتركك ولا نسيك ولا يهملك ولن يتركك والرب بيعرف كل شيء عنك لكن هو عاوز يلفت انتباهك لإله حتى تدرك عظمة هذه المعرفة المؤسسة على محبته وعلى طبيعته أيضا وكل هذا لخلاصك أنت إذا الرب باركك اعملنا لايك بتحب تخدم معنا كتير ناس بحبوا يخدموا اعمل شير اعمل مشاركة لهذا الفيديو حتى أكبر عدد ممكن يستفيد من هذا الفيديو والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر